موسيقى علاج الخوف هذا موضوع الحلقة اليوم أهلا وسهلا أحبائي ورحب بكم أجمل ترحيب في برنامج ليكن نور وهذا الحلقة رح تكون بث مباشر اسمحوا لي رح نتكلم عن موضوع الخوف عن أسبابه وعن علاجه في نفس الوقت رح نتكلم أيضا عن بعض أنواع الخوف وليه الناس بتخاف ومن ايه بتخاف أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي رح تكون سبب بركة لحياتكم اليوم إذا أنت فعلا مصاب بمرض خوف لأي سبب من الأسباب أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركة ورح تكون سبب شفاء ورح تكون سبب تحرير لحياتك في هذا اليوم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 اشتركوا في القناة احبائي مرة تانية في برنامج ليكن نور يصرنا ان استضيف الى هذه الحلقة لاول مرة القسيس مكدي صادق القسيس مكدي هو من مصر من القاهرة راعي كنيسة الرسولية بالزيتوني في القاهرة وايضا هو مدرس في كلية اللهوت الانجلية الشرق الاوسط اهلا وسهلا السيس مكدي احنا فرحانينك معنا اهلا بيك ده شرف لنا وبركة انك تكون معنا اليوم ولكل الاحبة المشاهدين مباركة لياك اهلا وسهلا حديثنا اليوم عن موضوع العصر موضوع الخوف تقريبا هاي مشكلة بمر فيها الجميع ولسيما احنا عايشين في الشرق الاوسط في عالم يمكن مجهول وعالم غير قابل للتكهن في امور كتير بتحدث من تقاليد من ديانات من رئاسات من حروب من من الى اخره فاذا من فضلك لو تعطينا فكر عام عن موضوع الخوف اول انسان خاف في الوجود هو ادم لما اخطأ والرب ابتدى يكلمه قاله سمعت صوتك فخشيت كان خايف لانه غلط وما تممش اللي الرب عايزه فالخوف دخل الانسان من البداية بسبب خطيئة وابتدى يتسرب الى كل الاجيال من ادم حتى قاين كان خايف ومرعوب بالرغم ان الرب طمنه لكن كل الاجيال دخل فيها الخوف والخوف اثر على كل البشرية وجاء المسيح ليحر الانسان من الخوف ومن اشياء كتير الناس خافت مجمل مخاوفها خمس حاجات في ناس خافوا من الله لانهما يعني عارفين ان لو توجهوا معاه مش هتسلم الامور عاملين حاجات كتير فابتدى كمان يحطوا جواهم فكرة انه نتمنى انه ما يكونش فيه الله ولما جات الفكرة قالوا مفيش ربنا عشان يتحرروا من عقدة الزنب بالخوف من مواجهة ربنا حال الله حل المشكلة دي حالها في المسيح ونتكلم في ناس خافوا من الشيطان في ناس خافوا من الناس في ناس خافوا من الموت في ناس خافوا من بكرة كل الامور دي تقريبا مجمل مخاوف كل البشر والمسيح حل كل الامور دي في الصليب وجاء اللي يحررنا من الخوف هنتكلم فيه خلينا يعني نبتلي مع انك تعطيت يعني الرسالة الكاملة خلال نص دقيقة لكن عاوزين نبلور في الموضوع اكتر ذكرت انه ناس بتخاف من خمس اشياء وانه ناس بتخاف من الله مع انه الخوف من الله يمكن خوف صحي في الكتاب المقدس هو فيه فرق بين الخوف من مواجهة الله ومخافة الله مخافة الله هو اني انا بحترم مشاعره لا اريد ان احزنه بسبب تصرفات الخاطئة واللي بيخاف الله هو الشخص يعني يهمه مشاعر الله لكن اللي بيخاف من ربنا هو شخص بيخاف يواجه ربنا انه عارف انه هو بارادته بيخطئ ولا يريد ان يتوب ففضل انه ينسى يعني تواجده في محضر الله ويحاول يشغل نفسه باي حاجة تاني لان الخوف لي عذاب لكن محبة الله الكاملة تطرح الخوف الى الخارج لكن الانسان ما قدرش يواجه اول حاجة الانسان مع ربنا بسبب الخطيئة اول عنصر خليه ارتعب وخاف نتيجة المواجهة في نهاية ايام لانه معروف بان الله مش فقط محب لكنه قاد عادل لكنه ايضا ديان عادل فاجرة الخطيئة موت واجرة الخطيئة دينونة اجرة الخطيئة الانسان يقتني ما صنعه فالانسان خايف يواجه الله عشان كده كل الناس اللي حبوا يبعدوا عن الله ويهرموا منه خايفين نتيجة حاجة لكن من ناحية التانية الكتاب بيحكي عن غير المؤمنين ليس خوف الله قدام عيونهم يعني معندهم مش هاي مخافة الله كأنه الله حطينه على جانب ابعد عنا لاننا بمعرفة طرقك لا نصر غير المؤمن ليس مخافة الله قدامهم لانه هو اقنع نفسه بانه عنده السعداد يواجه فبيفعل كل الامور لتنفيذ رغباته وفي نفس الوقت تتميم شهواته ومش حاطة مخافة الله لانه خلاص باع القضية لكن لما بيفكر وبيحط نفسه في مواجهة بيرتعب من الداخل امام عيونه في زلوكه لكن في اعماق قلبه هناك خوف ذكرت كمان انه خوف من الشيطان يمكن هذا شيء طبيعي الناس خايفين من الشيطان لانه عارفين انه الشيطان هو عدو والخير الخوف من الشيطان هو انسان بيسمع عن انه ابليس بيسود العالم ابليس له قوة شريرة له تأثير سحري له تأثير شرير على الناس فيرتعب يعني كانوا مثلا بيحكوا على كلينتون اللي كان رئيس لامريكا كانوا بيقولوا انه كان بيقعد مع واحدة عرافة الجراد اللي كتب مش انا اللي قلت انه بيدفعلها 4000 دولار في الجلسة عشان تحميه من كل الاصحار اللي ممكن تعوقوا على انه يكسب في الانتخابات ليه لانه شايف ان فيه قوة شريرة ممكن تعوقوا فيه ناس تخاف من الشيطان انه يطراءة ليها فيه ناس بتخاف من الاحلام المزعجة فيه ناس بتخاف انها تتلبس فيه ناس بتخاف من السحر فيه ناس بتخاف من كل اعمال الشيطان فبيترعبوا منه وكل الناس اللي بيخافوا من الشيطان هم تحت تأثير قوته لكن برضو المسيح هالجو ده نتكلم فيه طيب شو اسباب هذا الخوف لما بيكونوا خايفين الخوف لانه اصلا مش متمتع بالحماية يشعر بانه الشيطان شخص قوي وفعلا الشيطان شخص قوي الشيطان ليه سلطان على كل الناس الا اللي اتحرروا منه فعشان كده الكل يخشاه والشيطان مكتوب عنه زاكا كان قتالا للناس منذ البدل الشيطان ما بيرحمش الشيطان ما يعرفش محا يعني ما فيوش اي مشاعر رقفة ولا رحمة ما عندوش الكلام ده الشيطان غادر الشيطان قاسي الشيطان زرع في قلوب الناس ان يخافوا منهم ويجرجرهم عشان يبقوا تابعين ليه للأبد لانه كل اللي على قلبه انه هو يتمكن من كل الخليقة اللي ممكن يبقى لها سلطان عليه عشان تفضل تحت مازلة وذكرت الخوف من الناس لكن وانت بتتكلم يعني تكلمت عن خوف خوف من الله خوف من الشيطان وخوف من الموت من الموت ايوة لا من الناس من الناس بتخاف من الناس لكن هل في أدلة كتابية ممكن نعطيها في أدلة كتابية وفي أدلة كتابية بتوري ان في ناس قزت ناس يعني مثلا يوسف مين اللي أزاه أخواته أقرب مليه هو عمل حاجة كان رايح يفتقد سلامة أخواته لكن يوسف اللي رايح يفتقد سلامة أخواته أسلموه حسدا وكانوا مش طيقين الكلام اللي قالوا على نفسه ولا طيقين معاملة أبو ليهم فهو ما عملش حاجة لكن غضروا به تلقى المسيح نفسه أسلموه حسدا الإنسان الشرير لا يقبل أنه حد يتفوق عليه فممكن يغضر به دون أن يصنع شي الناس ممكن تخطط وكتاب يتكلم عن الأشرار الأشرار مهما يصنعوا ده هنقرأ آية على اللي عملوا مع المسيح في سفر أعمال إصحاح أربعة لكن هنجلها في الوقت المناسب في الكلام لكن بيتكلم كده قام قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك الكدوس يسوع الذي مسحته إيرودوس وبيلاطس البونتي مع أمم وشعوب إسرائيل كل دول عملوا إيه خططوا تبقوا المسيح عمل لهم إيه كان يجول يصنع خير كان بيعمل كل شيء صالح لكن دول خططوا له فالناس يقول لك إذا كانت يعني عملوا كده بالعود الطيب هيعملوا معي إيه فالناس يخافوا هل المسيح عالج الخوف من الناس آه وهنتكلم فيها في موضوع الخوف من الناس يبقى فيه خوف من الله فيه خوف من الشيطان فيه خوف من الناس فيه خوف من الموت إيه الخوف من الموت كل الناس خايفة لتواجه الموت كل الناس بتخاف من موضوع أنه في يوم من الأيام هيموت في يوم من الأيام يعني الموت بالنسبة له شيء مجهول هعمل إيه فيه هل المسيح عالجنا من الخوف ده عالجنا من الخوف ده وهنتكلم عليه وهنبتدي نتكلم على كل حاجة بإنفراد وكمان فيه خوف من بكرة كل الناس بتخافهم بكرة هل المسيح عالج دي؟ أيضا عالج دي طيب لكان أنا مشتاق نسمع على العلاج السيس مكدي خلينا نبتدي في العلاج العلاج من الخوف من الله أول حاجة ربنا ورّانا أنه لما آدم كان خايف هو رحله في الجنة الكتاب يتكلم على أنه لما آدم كان عريان وكان مرعوب وكان خايف صانع عليه أكمسة من جلد لها رمزين يستروا وفي نفس الوقت يكون فيه صفك دم عشان يعلن ليه بأن هناك تمن دفع عشان تقبل مرة سانية لكن الإنسان اللي بيخاف من الله عنده خوف أنه يعني أنا هتصرف معه إزاي؟ هل الله حل دي؟ حل دي حلا في إيه؟ فإني أنا كنت متخاصم مع ربنا هو صالحنا واحد زمان اسمه أيوب صرخ قال أليس مصالح يضع يديه على كلين كان بيدور على حد يصلحه مع الله الإنسان كان عايز نفسه ربنا يرضى عليه حتى تلقى أغلب الناس في الكلام يقول لك يا ريت ربنا يرضى علينا يا ريت ربنا يرضى علينا ليه؟ خايف لربنا يكون مش ردى عليه أيوب ده كان كل شوية يقدم زبائع ليه؟ عشان ينال ريد الرب يا ريد الرب كل شوية يعني كل يوم يقدم ليه؟ خايف لحسن يكون ربنا غضبان عليه طيب هل الله حل الحكاة دي؟ آه يقول كده أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير واضع حاسب لهم خطايا وواضعا فينا كلمة المصالحة الله جه لغاية آدم وقال له ما تخافش وجلنا في المسيح وقال لنا ما تخافش الإنسان اللي مرعوب اللي خايف المسيح وصل لي وبيقول لك تعالي أنا أنا بقول لك ما تبقاش منزعج من الله إذا قد تبررنا بالإيمان لنا سلام عكس السلام مخاصمة لنا سلام مع الله المسيح لما تولد الكتاب يقول إيه الملايكة جات وعملت أنشودة التاريخ كله المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس ما كان فيه مخاصمة بين الإنسان والله جي المسيح عشان يعمل سلام بين الإنسان والله حتى أولاد الله بقول طوبة لأبناء الله طوبة لصانع السلام لأنهم أبناء ليه؟ لأننا دورنا نعمل سلام مع الناس ومع بعض مع الناس يعني نصلح مع الناس نصلح الإنسان مع الله تصالحه مع الله كأن الله يعز بنا ده اللي الرب عمله عشان خاطر إحنا يكون لنا دور المسيح فالرب حتى من خلال هذا الموضوع هو أعلن عن ذاته عشان الإنسان ما يعيشش في جهل وما يكونش خايف من المجهول عن هوية الله فالله عبر عن طبيعته في الكتاب المقدس في الكلمة وكان يتواصل من خلال الأنبياء لكن أخيرا جاء من خلال يسوع المسيح حتى حررنا من الخوف أحكي عن واحد أعرفه كان كنا في رحلة زمان سنة الثمانين وبعدين وإحنا رجعينا الرحلة دهس طفل عنده كم شهر أو سنة دهسه بالسيارة أنا كنت في سيارة ورمينه مع آخرين أنا بصيت لقيت طفل مدهوس معرفناش طبع مين ومشينا بس الناس جاء بتصوت لقينا ولد مهروس بسيارة وبعد ما وصلنا بكم يوم شهر اتنين اكتشفت أن واحد زميل لنا هو اللي داس بسيارته الطفل ده وبعدين كان في حالة رعب لأنه ما ما وقفش وحد خد رقم وعمله قضية وكان عارف يثبت أنه ما كانش موجود في المكان فتلعب يعني يكن اللي خد الرقم أخد خطأ بس كان عنده شعور بالخوف أنه هيقابل ربنا ويعقب أشد العقاب فكان ممكن يشرب السجارة والسجارة تحرق صباعه ويفوق من لسعة السجارة مش مركز لأنه الدماغ كلها شاردة عنده شعور بأن هواجه ربنا ده مش هيعدها لي يوم يقسود لما قابله فمرعوب هل الله كان يعرف حالة الناس على فكرة كل البشر عندهم نفس الشعور بحاجات كتير عملناها كلنا كغنم ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه لكن التمن اللي مفروض يدفعه دفع المسيح يقوله والرب وضع عليه اسم جميع المسيح دفع التمن فعايز يقولك أنا جيت عشان أصلحك لنفسي بي يحنى الحبيب في جزيرة بطمس لما شاف المسيح وجاله في هيئة غير اللي متعود عليها بقول سقطت عند رجليه كميت ليه شكله مهيب وهو ديان مرعب وايه عند رجليه المسيح مسكه قاله ما تخافش حبي يطمنه يقول له ما تخافش يا يحنى أنا كنت ميت وأنا حي يعني أنا دفعت تمن عدم ما خافتك الإنسان اللي بيخاف المسيح بيقولك هو مات عشان يدي لك حياة ويدي لك سلام ما تقلقش بس تعالى بي إلى الآب صالحنا لنفسه بنفسه جاء عشان يدينا سلام ويدينا صلح المسيح بيدينا تبرير من الشعور بالزم يعني أنا عندي شعور بالزم المسيح علجني أنا عندي شعور بأن أنا مرفوض المسيح أعظم حبيب أنا عندي شعور بأن أنا عندي نقص الله مش هيقبلني الله قال لي أنا أبوك وقابلك بقول كده إن الله ما بيفجأش بحالتنا يذكروا أننا تراب تراب نحن ما يجيش يقول لك يا أسيس نظار أنا كنت فكرك خادم كبير كده يصدر منك لا لا يا أسيس مكدعيب ما يفجأش بحالتي هو عارف فلو أنا وقعت ولو أنا غلط يجي يمسكني أنا أبوك وعارفك وقبلتك على كده ويشجعك الله نزع مننا الخوف عشان كده بيقول نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه وهو ده اللي عمله المسيح شجعنا إن احنا ندخل باستمرار إلى عرش النعمة وهو مكتوب عنه إن المسيح كمان يعني تألم مجربا حاسس بينا فيقدر يعني وأنا في أي ظروف بس طب هو بلا خطي طيب موضوع العلاج يعني بالنسبة لأ الله يعني فهمنا لكن الناس مرعوبة من الشيطان والناس اللي خايفة من الشيطان يعني شو اللي ممكن تحكي لها من خلال الكلمة في كلمة الله أنا أحكي قصة صغيرة كده عن واحد الرجل دوت كان بسيط في بلد من البلاد وكان فيه عمدة رجل عنيف متصلت شارس فالعمدة دوت ما بيحترمش حد واكل حقوق الناس ويغلط في أي حد وكان اللي يعدي قدام العمدة كان لازم لو ركب ركوبة يعني ركب حمار ينزل عشان يسلم على العمدة أو يمشي على طول ما يتكلمش لكن ما ينفعش يعدي قدام العمدة بالركوبة وبقى شايفه أو يسلم عليه فالتاني رجل بسيط بيقول له صباح خير يا جنب العمدة التاني ازاي وازاي هو ركب على الركوبة قام غلط فيه وشتى مبادله وكان مع ابنه الراجل زعل وقال أنا روح أعمل شكوى في البندر اللي هو في المكان بتاع اسم الشرطة اللي فيه ممكن يشتك العمدة فرح هناك وقال لهم أنا جاي أعمل شكوى في العمدة وأنا من البلد الفلانية من القرية الفلانية والعمدة اسمه كذا قالوا للقرية دي ما فيهش عمدة قال لهم ده فلان الفلاني قالوا لهم ده مفيش ده ماشي بقاله أربع سنين بقرار شطب لأنه غلط في غلطات كتيرة فاتمسح اسمه ما بقاش العمدة فقال لهم ده بيعمل علينا عمدة قالوا ده مش عمدة ولا حاجة قالتوا بخلاص مش عايز أعمل محتر ورجع قالوا بس دينا الرقم بتاع شطب فخد الرقم والتاريخ ورجع مساك خري جناب العمدة أم شتمه تاني قالوا لأ تعالى بقى انت فاكرني فاكرك العمدة ده أنا روح تعملك معدر تلعت والعمدة ولا حاجة وانت مشروب بتاريخ كذا وانت ملكش سفة قالوا مين اللي قالك قالوا أنا لسه جاء من البنطر قالوا طب الموضوع ده ما تجيبش فينا لحد قالوا وانت كمان تعمل على أي حد عمدة إلا أنا المسيح عمل ليه في الشيطان اللي بيرعبنا مكتوب عنه جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا صحكوا فما ليس سلطان علي يعمل على أي حد عمدة إلا أنا فعايز أقول للناس اللي بتخاف من السحر في ناس يخافوا من الأعمال يقول لك فلان ده بصلي وبصته أزتني واحدة بتقول لي أنا أؤمن بالحسد أنا عندي واحدة باستمرار لما تبصلي يحصل لي حاج قلت له الحسد هو تمني زوال نعمة الغير لكن ما حدش يقدر يعملك حاجة لو أنت فيك المسيح إبليس لو عمل كل اللي عايز يعمله مع كل الناس لو لغاية عندك فيك المسيح ما قربش فعايز أقول للناس المسيح حررنا من الشيطان ومن الخوف منه ما تخافش أنت الحتة اللي ماشي فيها إبليس يترعب ويمشي المكان اللي أنت ماشي فيه إبليس يخاف منك لو أنت في المسيح لكن لو مش في المسيح تفضل خايف ويزعجك ويحط إيده عليك حتى وإنت في الإيمان لو عارف أنك مش عارف أن أنت محميه يزعجك بيحكوا على ولد صغير أبوه صاحب أصر كبير والولد كلما بقى في الجنينة فيه رجل جنيني شكل وعش يستغل الواد لو معاه ساندويتش ياخده منه مع حاجة حلوة ياخده منه الواد يشوفه يخافه ويديه له وبعد كده بقى يشوفه والراجل يبرق له يخاف فأبوه لاحظ قاله فيه ابني قاله الراجل ده كل ما يشوفني يعمل كذا قاله طب تعالة معايا وخدوا راح عند الراجل التاني فاضل ساعة الباشر مش عارف قاله هو ده اللي بيخوفك قاله اطلع بره ونتخش هنا تاني قاله يا بابا قاله اطلع بره التاني قاله حضر يا بي ومشي قاله عند اللي بقى يقوله تعالي هنا أمجالي الله فينا قاله تسماعك abinter بعد كده الولد لما زعق له وكلم الراجل اللي كان بيخوفه اكتشف انه بيخاف منه ليه لان بابا فهمه انت ابن مين لو تعرف انك انت ابن لله والمسيح عدنا سلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يدركه بشيء يتشال منك الخوف طول ما انت مش عارف هتفضل خايف اختار انت محرر من الخوف لو انت فهمت مركزك لو مش فاهم هتفضل اسير انت اسير تعالي يسوع انحرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار رح نواصل حديثنا قسيس مجدي حب اعطي فرصة للمشاهدين اذا عندك اي مداخلة عندك اي سؤال بتحب تتواصل معنا فيك تتواصل الفرصة متاحة الارقام امامك فيك تتواصل كمان عن طريق السكايب او فيك تتواصل عن طريق الفيسبوك اهلا وسهلا واحنا منرحب في كل تساؤلاتك ابقوا معي سأعود واستكمل حديث مع القسمة بعد هذا الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على فكرة هذا الكلام لشعب اسرائيل موجود في رسالة العبرانين اصحاح 2 آية 14 يقول كده اسقط شارك الاولاد في اللحم والدم اشتركوا ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتك اولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية المسيح اخذ جسد زينا هنا بيكلم العبرانين ايه اللي كان عند العبرانين احنا على فكرة بناخد القناة دي علينا لا دي على العبرانين ايه العبرانين حصل لهم ان موسى خرجهم كان بتكلم مع المسيح عن الخروج التاني للمسيح عتيد ان يخرجه لكل البشرية الخروج الاول كان لتحرير شعب من قبضة فرعون كان كل ما يقوله اخرج شعبي يقوله لا او يقعده تاني عشر مرات لغاية في الضربة الاخيرة الرب قضى على فرعون فالشعب كان نتيجة خوفه كل مرة كان فرعون يزود عليهم العمل ويتعبهم فقالوا لموسى يا عم احنا مش عايزين نمشي وراك ونموت خلينا هنا فبيقولك انه كانوا خوفا من الموت يطلعوا لا يموتوا كانوا كل حياتهم تحت ايه العبودية عاديين راضي بانه يكون عبد لفرعون من انه يتحر خايف نبليس فالمسيح ابتدى يعني يوضح لنا الفكرة دي هو خد جسد عشان اخذ انصورة عبد بالجسد ده يموت لما مات ابادة بالموت زاك الذي له سلطان الموت يعني ايه الكلام ده نلقى الكتاب المؤدس المسيح في انجيل يحن اصحح 16 بيتكلم عن ان الروح الكدس يبكت العالم على خطية وعلى دينونة وعلى بر قال على خطية لانهم لم يؤمنوا بيه وعلى دينونة قال لان رئيس هذا العالم قد دين رئيس هذا العالم قد دين ازاي امت دين لانه في الموت في موت المسيح من المحكمة اللي حكمت على المسيح المحكمة الرومانية والمحكمة اليهودية اليهود حكموا عليه بالنموس انه يقتل والرومان حكموا عليه بحسب الدستور بتاعهم انه يموت نتيجة السمع فالاثنين اتهموا المسيح انه رجل غير بار رجل مضل رجل يستحق الموت لما المسيح مات وقام من الموت الموت بيمسك في مين في كل الاشرار في كل اللي عليهم خطية في كل اللي مات تحت تأثير جسل الخطية طب المسيح لم يفعل خطية لم يولد بالخطية وعمر ما كانت الخطية قربت منه ما قدرش فلما مات بسبب بره قام بطرس لما كان بيبشر وبيتكلم في يوم الخمسين بيقول لهم أنه موجود في مزمور 16 لن تدع طقيك يا رفا سادل داود قبره باقي إلى اليوم تب المسيح لأنه كان طقي ولم يفعل خطية قام بسبب قيمته سبب القيامة أنه لم يفعل خطية إبليس في الوقت ده دين لأنه هو اللي هجم عليه بالرومان وباليهود وقالهم ده يقتل لما قام من الموت ضبط متلبسا إبليس وهو بيهيج الشعب كله ففي الوقت ده إبليس فقد السلطان بتاعه وأنه ضبط عليه وقوبت عليه وهو متلبس في قتل بار فلما هو بيشتك على واحد بيبقى مخطئ بيبقى مخطئ لكن الشك على ده هو مش مخطئ فما قدرش فدين إبليس فلما دين إبليس الدينون بتاعته والسلطان بتاعه محي من على المسيح اللي ما كانش ليه أساس وعلى تابعيه فإحنا كمان خدنا سلطان المسيح ندوس عليه فعشان كده المسيح بيقول لنا إنتم لما أمنتم بيه وبر حسب ليكم إبليس يترعب منكم لأنه مدان أمامكم حتى يقولك من سيشتك على مفتري الله الله هو الذي هو بررنا فإبليس ما يقرب منك أشجعك تعالي المسيح تتحرر من إبليس ومن دينونته ومن شكواه ومن كل شيء لأنك في المسيح البار واحد من أسماء الشيطان المشتكي والشيء التالت ذكرنا الخوف من الناس الخوف من الناس بيبقى عندنا ناس مثلا أعداء فيه عندنا رؤساء فيه عندنا أقرباء فيه عندنا ناس يبصلك على أنك أنت ابن الله مش طيقك لله في الله كده يعني فيك روح ضده مش طيقك فكل دولة يحاولوا يزعجوك لكن يقول كده الرب معين لي فلا خخاف ماذا يصنع به الإنسان يوسف إخواته خططوله عملوا إيه قال لهم أنتم قصدتم به شر ورب قصد به همان خطط لمين لمردخاي عارف يعمل مع حاجة دانيال خططه يحطوه في الجب عملوا مع حاجة دول كون دول بشر طيب احنا كان عندنا في مصر الإخوان من سنة 2011 لما هيجوا الدنيا ومسكوا في مصر وحاولوا يعملوا انزعاج لكل البشر عارفوا يعملوا حاجة في سنة رب شالهم مهما كانت قوة الناس الله قادر أن يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله كان في واحد اسمه شيمون بريز قال أنا عند استعداد أموت بدون خوف ولا إني أموت بالخوف لما قالوا له أنت كده هتخش في صلحه مع مصر ممكن يموتوك قال لهم أنا أفضل طول عمري مرعوب عشان خاطر ممكن يحصل لا أنا هعيش طول عمري مش خايف وممكن أموت بس أموت من غير خوف مش عيش بخوف طيب ممكن نأخد مكالمة أسيس في مكالمة على سكايب من أخونا من اليمن أهلا وسهلا تفضل انت معانا على الهوى أهلا وسهلا تفضل أهلا أهلا انت معانا على الهوى أهلا أنا سامعك تفضل أخوي أهلا وسهلا انت معانا على الهوى ايو اسمع لك الحين اه اتفضل حبيبي اهلا وسهلا فيك مين معاي هلو طيب الظاهر انه فيه مشكلة في الصوت فاتفضل السيس يعني اذا حابب تستكمل فيه الخوف من الانسان او ممكن ننتقل اقض حتة في الخوف من الانسان الاي اللي احنا قرناه في اعمال الرسل انه لما اجتمع كل دول على المسيح يقول الكتاب عشان يفعلوا كل ما سبقت في عينة يدك ومشورتك ان يكون الناس يخططوا كل التقطيطات مش هيعملوا غير مشيئة الله الصالح عليك عشان كده يقولك نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير لمين الذين يحبون الله لان الذين سبقوا فعرفهم سبقوا فعينهم ليكونوا مشابهين سورة ابنه الله بيرتب كل اشياء يطلع منك اعظم شخص في كل الظروف حتى لو الناس هاجت عليك خافش انت في يد قدير والمسيح بيقول كده خيرافي تسمع صوتي وانا عرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية ولا انتهى لك الى الابد ولا يخطف احد من يدي ابي الذي اعطاني اياه واعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يدي ابي انا والاب واحد ما تخافش لانك انت في ادين شخص امين يحميك من كل الناس فاحنا ذكرنا الخوف علاج الخوف من الله علاج الخوف من الشيطان علاج الخوف من الناس وخلينا انتقل يمكن لأكتر شيء معروف للناس اللي هو الموت شو العلاج لمشكلة الخوف من الموت بتقليل كلنا عارفين انه في العصر احنا فيه ده شوف مثلا الدكاترة بتاعت التحليل كم واحد بيعمل تحليل باستمراض ده شيء صحي بس هو الدفع ايه خايف لا يكون فيه مرض خايف من الامراض فيه مثلا واحد ناس بتخاف واحد يقول لك انا لما بركب طيارة بيحصل لي فوبيا ليه خايف للطيارة تقع فيه واحد مثلا لو ركب بخيرة يبقى منزعج لحسن تغرق ليه خايف يموت فيه ناس بتخاف يعني احنا مثلا عندنا نهر النيل بيقولوا انه مثلا هيعملوا سد في اسيوبيا والسد ده ممكن ياخد من منسوب الماء ففيه ناس يقول لك ايه للمية جف احنا عندنا في مصر ويحصل ايه جفاف ونموت من العطش ايه ونموت من كذا يقول لك انا هموت من الخوف انا هموت انا هموت انا خايف من الموت هموت حتى لو بيضحك يقول لك هموت من الدعك ايه هموت دي يعني دي اقصى حاجة بيخليها الانسان منزعج منه بيحقوا على واحد عنده فوبيا فكان كل ما واحد يروش مية كل واحد مثلا يروش مية في الشارع ينهار ويتنرفس ويتضايق ويروح للدكتور يقول له في ايه يقول له انا عندي مشكلة ان اللي بيروش مية دوت بياخد من المية اللي احنا بنشرب منها وممكن يحصلنا جفاف وعطش فالدكتور يبتدى يطمنه ويقول له ما تخافش اللي بيبعث الرزق ربنا واللي بيبعث المطر ربنا واللي بيبتدى يطمنه وابتدى يديله شوية علاجات وهدي بعد فترة راح للدكتور قال له ايه الاخبار قال له انا حلم دولا بقيت كويس بس عندي مشكلة تاني قال له ايه قال له لما بشوف واحد حامل اعصاب ببتبوز وبتدايق بيقول له ليه قال له عدد السكان هيجيلوا انفجار وهيخلصوا المية وممكن برضو يبعا عندنا عطش فعنده شعور بانه خايف فيبتدى يخاف من اي حاجة فانت ممكن تخاف من الله شيء لكن الله يقول لك ما تخافش طب ما يخافش ليه من الموت اقول خبر كويس ليك الموت اتشالت في تلته ما فيش مؤمن هيموت ما فيش مؤمن هيموت طب ما احنا جسدنا دا يموت اللي بيموت في غير المؤمنين اللي اتنين بيموت بالجسد وبيببوا الروح مالوش رجاء لكن المؤمن يغمض عينه بالجسد حياته بيكملها فوق ما بتنفصلش ثانية لانه خدت حياة كاملة خدت حياة المسيح المسيح لما قام من الموت نافخ وقال له مكبله الروح الكدس روح حياة المسيح قابلناها فهذه الروح او هذا الروح اللي قابلناها ما بيدعش خلاص خدنا حياته للأبد تبدأ هنا وتكمل معها للأبد طيب نجرب ناخد المكالمة كمان مرة من أخونا من اليمن على السكايب أهلا وسهلا فيك انت معانا على الهوى أخ هاني أهلا وسهلا فيك تفضل مساء الخير مساء الخيرات أهلا وسهلا فيك أخي شكرا جزيلا تفضلي أخ هاني ربي سعدك حبيت أنا أحييكم في المقدمة بابن النيل وابن فلسطين وأنا ابن اليمن بس أنا ارتقيت من ابن اليمن إلى ابن الله آمين آمين أشكر الله مجدا للرب أخاني أشكر الله أني كنت في الأول في السابق أنا كنت بشعر بالعبودية أنا كنت عبد وكان لازم أني أبدو الجهد حتى أنني أرضى سيد لكن من خلال من خلال معرفتي برب يسوع المسيح أنا أشكر الله أني أرتقيت من العبودية إلى البنوة أخاني كيف حدث هذا الشيء معاك ولو بدقيقة الشيء هذا أنا طبعا كنت من خلفية إسلامية دار الشريعة إسلامية لكن كنت أبحث دائما عن الحق وعن الله فأشكر الله أني بدأت بالبحث برغم أنه كان وضعنا في اليمن وخاصة أنا كنت مقيم في السعودية الوضع كان صعب جدا أنك تتحصل على الكتاب المقدس أو على أي شيء لمحنا إلى طريق المسيح لكن من خلال دراساتي المكثفة في الشريعة الإسلامية أنا شعرت بنفسي أني أنحدر إلى الهاوية فبدأت في البحث والتحري لماذا الله يعذبنا لماذا الله يأمرنا بشيء أو يقدر علينا أشياء ونحن لسه في بطون أمهاتنا وبالآخر القضاء والقدر اللي هو أن الله قدر عليك أنك تكون شقي أو سعيد شقي إلى الجهنم ولا سعيد إلى الجنة مازام أن الله قدر عليك لماذا يعذبني يعني أنا صرت منفعل ولست بفاعل كل الأمور التي تصبر مني هي في طاعته سواء عملت الصالح فأنا في طاعته وإن عملت المعصية فأنا في طاعته ووصلت إلى طريقة أو إلى طريق مسدود مش معقول على أنه هذا كلام الله ولكن الله فتح بصيرته ونور عقلي وبدأت بالبحث جميع الأديان أنا وصلت إلى درجة الربوبي يعني أنكرت كل الديانات والله فتح عيني وصارت كلمة بتتردد عندي برغم الإنغلاق اللي نحن فيه مثلا في السعودية أو في اليمن إلا أنه الله فتح عيني من خلال آية واحدة كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم فمعنى كلمة الله ليست هي مثلا ليست ككلمة البشر كلمتي تروح في الهواء مع التذبذبات وتطير في الهواء من بشرة لكن كلمة الله هي شيء آخر وكلمة روح منه فمعناته أنه المسيح هذا كل كلمة ينطقها فهو ينطق بكلام الله ما زم أنه هو كلمة الله وهو روح الله فأشكر الله من خلالها طبعا بدأت في البحث والتحري وبحثت في اليهودية في البوذية في كل الأديان ولين أستقريت أنا بأن الرب يسوع المسيح لأنه كلمة الرب حتى في الإسلام الناس سمعوها كبيرة لما تقول الرب يسوع المسيح ولكن لما بتقول رب البيت أو رب دار فتكون سهلة عليهم وحتى كلمة البنوة بإسم كلمة ابن السبيل ولا ابن الله أو ابن اليمن ابن مصر بتكون سهلة لكن عندما تقول ابن الله فالشيطان هنا يأولها في عقول البشر الشيطان هو المسيطر على هذه الكلمة وهم يفهموا بأن المسيحيين يعني فهمين على أن المسيحيين خاصة عندنا مثلا في اليمن وفي السعودية يفهموا على أن المسيحيين يعبدوا ثلاث آلها وأن يسوع هو ابن الله يعني من من جهة التزاوج نعم فلا يعرفوا أن المسيحيين أنهم لا يؤمنون بأن الآب السماوي أرمى البائس أو أنه ولد الابن من خلال زرع في الأنب أول ما يجب أن يعرفه الإنسان إذا كنت تؤمن بتسامي الله أن البشر إذا ما شاءوا الحديث عن الله يتوجب عليهم استعمال الصوت مش واضح خاني لأننا نحن كمسيحيين نؤمن أسف أه تفضل خاني دلوقتي كويس لا لأن الإنسان المؤمن كمسيحي يؤمن أن الله أكبر الله أكبر من عقولنا والله أكبر من لغاتنا من كل اللغات من العربية إلى الإنجليزية إلى العبرية إلى اللاتينية إلى كل اللغات الله أكبر من مخيلتنا ولذلك استعمل الكلمات للإشارة لا للتحديد لأن الله لا محدود ولا متناهي بعد هذه المقدمة حول استعمال الكلمات في الحديث عن الله بذهب إلى مفهوم بنوة الإبن للآب السماوي ومنها ننطلق أو نأخذ من الإنجيل وبالتحديد من إنجيل يوحن القائل في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة كان الله يؤمن المسيحيون بأن الله ليس فراغ بل هو الحكمة الزامية والكلمة كما استشهدنا بها من مطلع إنجيل يوحن يعني هي اللوغوس باليونانية نعم وكلمة اللوغوس لا تعني كلمة وحسب بل أيضا هي عقل فكر روح معنى حكمة العقل إلى مال نهاية فهذا هو الله اللامتناهي اللامحدود يعني ماذا تقول لنا هذه الآية إذن نقول أن الله لم يضح حكيما في الزمان بل هو حكيم منذ البدء والله لم يكن أبكم ثم تكلم فيما بعد بل أن كلمته ملازمة له من البدء وكلمة الله ليست مثل كلام البشكر يقولون أخاني أخاني أنا بشكرك كتير كتير لكن أنا لفت انتباهي عشان إحنا بنتكلم عن موضوع الخوف أنه أنت كنت عايش في خوف عبدية والآن أنه في كتير ناس مستعبدة للتقاليد مستعبدة للدين مستعبدة خايفة لألا تبحث وتكتشف الحق ربني باكك أخاني تفضل أخوي إيش تعليقك اكتشف الأمر دوت بولس في مجمل مخوف البشر بيقول كده من سيفصلني عن محبة المسيح محبة المسيح لما دخلت قلبه خلا ينتزع من كل خوف وكل خوف ينتزع منه فقال إيه بقى اللي ممكن يخوفني أشدة أمضيق أم جوع أم اضطهاد أم عري أم خطر أم سيف كل ده ما يخليش أخاف ده أنا ده أنا كل بالكامل لي وعارف لو هغمض عيني هكون عنده وبعدين قال حاجة تاني قال في هذه جميعها يعظم مش أخاف لكن يعظم انتصارنا بالذي أحب فقال أنا متيق إيه اللي خلاك متيقن قال محبة المسيح اللي دخلت جوه قلبي قال لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضر ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخر تقدر أن تفصلني عن محبة الله أنا يا جماعة ما بقاش عندي خوف من أي حاجة خالص ولا ناس ولا خوف ولا موت ولا شيطان ولا أي حاجة ليه لأن الله أعلن لي محبته فشل من قلب الخوف المحبة الكاملة تطرح الخوف خارج ياللي بتخاف يسوع بيقولك أنا دفعت تمن خوفك سكبت في قلبك محبة قوم بقى كفاك خوف اتحرر من خوف لأن جواك سلام الله يعني متل ما سمعنا كمان من الأخهان اللي هي الآية في روميا الثمانية الله لم يعطينا روح الخوف أيضا للعبودية فالخوف بيستعبد وبيشل الإنسان وكتير ناس في الشرق الأوسط مستعبدة بتخاف أن تأخذ قرارات إما قرارات في في اتباعها للرب أو خطوات لبكرة تذكرت النقطة الخامس اللي هي أنا بخاف من بكرة تفضل اللي خليلي ما خافش من بكرة الله بيقول كده الذي لم يشفق على ابنه بل بزله لأجلنا أجمعين الآب على فكرة إبراهيم لقب أبو المؤمنين لأنه الله أدى له ردبة عالية جدا نتيجة نشاف فيه مشاعره وقلبه في المسيح لما إبراهيم قال له خذ ابنك وحيدك الرب قال لإبراهيم الذي تحب أصحاك وقدمه محركة ليه إبراهيم كان عنده إيمان إن الله قادر أن يكون من المطلن سعدك كلام الله فخذ الولد ورح أقدمه والأب قال له يا إبراهيم أنا مبسوط منك جدا أنا شفت نفسي فيك إنك بتقدم ومتطم إنه هيقوم فقالك الذي لم يشفق على ابنه بل بزله للأجلين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء خيف من بكرة ده إبراهيم لما قال له لا تخف يا إبرام أنا ترسل لك كان لسه راجع من معركة بتاعت قدر العمر وكان مرعوب يعني يجوى شعور بأنه ممكن يجوا بقى يكتموا عليه لهم انتصر دولة قال له متخافش أنا ترسل لك فقال له أنا مش مفكر في فوضوع ده أنا ماضي عقيم فالرب قال له في مثل هذا الزمان سيكون لك نسل بعد على طول الكتاب يقول لنا أنه الرب قال لإبراهيم دخل عليه الرب وأعطى لي روح ثبات وإبراهيم نام وابتدى الرب يجيب زبائح كبش حولي وحطه قطعه اتنين كده والرب اكتاز في تنور الدخان ما بين الكبش وإبراهيم كان زي أكنه بيحلم وشاف المنظر عبارة عن إيه كان زمان لما يعملوا معاهدة يعملوا عهد مثلا إبراهيم مثلا وابي مالك لما يعملوا عهد إيه هو العهد ده بيقل التوب بتاعه أو الجوبة بتاعته يديها لابي مالك إبراهيم وده ياخد الجوبة بتاعته زي شاولي ما قدى جوبته يونسان قدى جوبته لدود بيقول له الجوبة دي شخصيتي زي ما أخد الشاكل بتاعك ده يبقى أنا لبست شخصيتي الأسيس وهو خد ده يبقى أنا قدته شخصيتي اللي في الجيب بتاع ده بقى بتاعك واللي في الجيب ده بقى بتاعي كان فيه منطقة المنطقة دي فيها السيف وفيها الدراهم الفلوس وفيها كمان كيس اللي هو الخبز اللي هو بيحطه فيه لأكل بحيثني بيقوله لو أنت عندك مجاعة اللي ملكي بتاعك لو فيه حرب أنا معاك مكانك لو فيه عندك احتياج مدي أنا أسد في العهد بيبقى فيه أنت مسؤول عني في أزمتي وأنا مسؤول عنك في أزمتك إبراهيم لما الرب عمل معاك ده مين لك أسبان إبراهيم طبعا الرب قال له أنا عملت عهد معاك ما تخافش من حاجة بكرة كله بالكامل أنا مسؤول عنه والمسيح عمل معانا عهد اسمه العهد الجديد العهد الجديد أدانا كل ما ليه فلو أنت في المسيح ما تخافش من بكرة كل الأشياء هي لكم كل شيء لكم ما تخافش من بكرة لو عندك احتياج المسيح غني إله غني لو عندك أعداء هو قوي لو عندك مخاوف نبليس هو صحكو لو خايف منه هو حبك وصلحك لو خايف من بكرة هو أمس واليوم 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 ما تخافش من حاجة خالص المسيح حل كل حاجة في الصليب ففي الصليب وحبة الله تشيل منك كل المخاوف لا تخاف من الله لكن خاف لا تزعله مش هيئزيك بقى أبليك لا تخاف من إبليس بقى تحت رجليك لا تخاف من الناس مش هعملوا غير مشيئة الله لا تخاف من بكرة لأنه بكرة هو في إدين إله بكرة لا تخاف من الموت لأنك خدت حياة ولن تموت إلي الأبد طب لكن في ناس كتير خايفة أسيس أي وهي حقيقة في ناس بتخاف تشهد في ناس بتخاف تعلن في ناس بتخاف من بكرة بتخاف من المستقبل خايفة على أولادها خايفة على صحتها خايفة خايفة يعني بعرفش في علم السيكولوجي بيتكلم عن بعرفش أكم نوع خوف مئات الأنواع من المخاوف لكن أنت وضعتها في خمس يعني محتويات لكن شو هي الرسالة الواحدة لكل هذه الفئات اللي بوجهه مشكلة الخوف وعلاجه جاوبها بطرس في آية واحدة قال أما خوفهم فلا تخافوا خوف الناس دا كله ما تخافوهوش بل قدس الرب اللي لها في كلوبكم خد المسيح في قلب قدسه يعني احترمه وخليه هو المالك مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء لازم فيكم أنا فيها رجاء لازم يبقى اعلنوا لما بتعلنه يبقى بتعلن إيمانك لما بتعلن إيمانك بتزداد الرب لما بيشجعك فأمر بتعلنه لما بتصق في كلمة الله بتعلنها انت بتغذي إيمانك بموعيد الله وبتغذي الناس بإيمانك وفي نفس الوقت كل لما بتعلن إيمانك انت بتتشجع الكتاب يقول ان الله لم يعطينا روح الخوف بل روح الكوة والمحبة والنصح انت من الإنسان يخاف نفسه لكن روح المسيح يخليك أسد لأنك انت تابع للأسد الخارج من سبت يهوزا تخافش من حاجة الأسد ده شخص قوي ما يخافش من حاجة فيك ساكن فيك لك سلطان على كل شيء لأن المسيح منعك سلطان تخافن إيه في دقيقة واحدة شو بتحب تعطي رسالة أخيرة للي بشاهدونا بشجع كل قلب خائر شجع كل إنسان خايف ما تخافش تشهد عن المسيح لأن ما حدش يقدر يعملك حاجة ما تخافش تتكلم عن إيمانك ما تخافش من بكرة ما تخافش من اللي يعملون الناس ما تخافش إن الله بيحبك ما تخافش من أي حاجة كانت لأن الله دفع تمن كامل عشان ما تخافش تخاف لي لو مش مصدق ربنا خاف مصدق ربنا اتطمن له وقول له أنا باسك فيك الابن اللي مسك في إيدينا بوه يمشي في وسط كل أصحابه اللي بيداقوه رفع رأسه تمشي لوحدك تخاف معنى أنه خايف إنك إنت سايب إيدينا بوك ارجع له يمسك إيديك يرفع رأسك أسيس مجدي شكرا جزيلا والرب يباركك ويبارك خدمتك ونشكر رب من أجلك ومن أجل وجودك معنا إحنا سمعنا الرسالة الواضحة اليوم من الأسيس مجدي يمكن بعدك بتعاني من مشكلة خوف الحل لهذه المشكلة هو أن تأتي إلى يسوع المسيح تسلم حياتك بين إيدين يسوع المسيح في ناس خايفة عندها أمراض صعبة كل بعض اللي بشاهدنا سمع خبر يمكن صعب مرض كانسر مرض سرطان الله يعطيك أو يعطيك نعمة منسوب نعمة أعظم وأقوى وأنه الكلمة الأخيرة للرب تشدد وتثبت في الرب وإحنا منواصل بالصلاة من أجلك ومن أجلك أيضا في ناس فعلا خايفة أنه ما يكونش عندها أولاد تأكد أنه الرب كمان قادر أنه يعطيك أنت وزوجتك النسل الصالح في ناس خايفة عندها حيرة من الأديان صلي أنه الرب يعلن ذاته لإلك ما حبت المسيح تغمرك كل ما عليك أنك أنت ترفع عينيك وتقول له يا رب ارحمني أنا الإنسان الخاطئ أنا بشكرك أيها الرب يسوع لأنك موت على الصليب من أجل خطيئي بشكرك لأنك قمت من الأموات وهزمت الموت وهزمت الشيطان وهزمت الجحيم وعطيتنا التبرير والحياة الأبدية يا رب أنا بدعوك اليوم إلى حياتي أنا بسلمك حياتي اليوم حتى تكون أنت مخلصة وربي وملكي وسيدي ساعدني من هاي اللحظة أعيش لإلك وأشهد عنك وملأني بالإيمان وبالروح القدس حتى أشعر بحضورك معي وتستجيب طلباتي وصلواتي الرب يباركك بحب أسمع منك